حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيبي المدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم عيوب أنشطة الألعاب التعليمية أو ما يعرف بـ Jump Activity حاليا هنتعرض لعيوب أنشطة الألعاب التعليمية أو Jump Activity العيب الأول هو تنسيء الأنشطة ملائم أكتر للغات الأجنبية الأنشطة ديت مصممة في الأصل لخدمة اللغات الأجنبية أو المواد اللي بتدرس باللغات الأجنبية ولكن بالرغم من كده نقدر نستفيد منها في اللغة العربية ولكن هتحذر من بعض الإشكاليات البسيطة اللي هتواجهك أثناء بناء الأنشطة العيب الثاني هو أن الحد الأقصى للنشاط بيبقى 15 دقيقة ما تقدرش بأنك تزاود عن المدة ديت ولكن تقدر تتجاوز عن الحاجة ديت باعتبار بأنك بدل ما تاخد وقت النشاط كاملا 15 دقيقة لا هتاخد وقت لكل سؤال وتبدأ تحدد الوقت بالمدة اللي تعجبك فتقدر هنا تتجاوز 15 دقيقة العيب الثالث أنه ما بيردش الوقت النشاط للطالب أثناء الحل وبالتالي الطالب ما بيظهردوش الوقت أثناء الحل زي ما حدثكم شايفين في الصورة ديت وده بيتسبب بأن الطالب ممكن ما ينتبهش للوقت وينتهي النشاط بدون ما يكون أكمل حله وبالتالي ما نصحش بالاستفادة من الأنشطة لو أنت هدفك أنك تدرب طلابك على إدارة وقتهم أثناء حل الأنشطة العيب الرابع هو ضعف إمكانيات مراجعة الطالب لإجاباته بحيث بأن الإمكانيات التي تسمح له برؤية الأسئلة قبل التسليم بتبقى محدودة شوية ومش كل الطلاب هيقدروا بأنهم يعملوا كده العيب الخامس هو عدم إدراج الأنشطة في مكتبة المعلم على منصة إدمودو على خلاف الواجبات وعلى خلاف الامتحانات بتحفظ الأنشطة على الموقع بتاع Jump Start بيتم فتحه عن طريق المنصة وبتكون عندك الأنشطة بتاعتك موجودة زي ما هو موجودة في الصورة اللي قدام حضراتكم فساعتها تقدر تطالع على الأنشطة بتاعتك إنما لو فتحت مكتبتك الشخصية على منصة إدمودو هتلاقي بأن الأنشطة ديت مش محفوظة فيها العيب السادس هو بأن نتائج الأنشطة ما بيتمش عرضها على منصة إدمودو نفس الفكرة في عرض الأنشطة نتائج الأنشطة ما بتتعرض لكش كمعلم وما بتتعرضش للطالب إلا على موقع Jump Start فهنا لازم تفتح الموقع حتى لو أنت فتحته عن طريق المنصة زي ما هو واضح في الرابط قدام حضراتكم ولكن ده مش هيكون موجود عندك في المنصة هيكون عن طريق فتح الموقع بتاع Jump Start عن طريق المنصة العيب السابع إن الدرجات الأنشطة لا يتم إضافتها لسجل درجات الطلاب على منصة إدمودو وبالتالي بيبقى النشاط حاجة تحفيزية للطالب أو حاجة بتدرب فيها الطالب على هدف معين ولكن ما تقدرش تستخدم النشاط في تدوين درجات الطالب بشكل أوتوماتيك وده هيضع عليك عبء كمدرس فما نصحش بأنك تستخدمه في أي حاجة أنت عايز تعمل عليها درجات زي ما حضراتكم شايفين هنا الدرجات بيتم عرضها على موقع Jump Start فقط ولكن لا تدخل في سجل الطالب على منصة إدمودو العيب الثامن هو بأنه يقدر الطالب بأنه يقدم أكتر من استجابة لنشاطه وبأكتر من اسم ففي كل مرة هيدخل فيها الطالب هيدخل منه بأنه يدخل اسم بتاعه فهيدخل الاسم بتاعه عادي جدا وهيقدر بأنه يحل النشاط أكتر من مرة عادي جدا حتى لو الطالب حبب أنه يحل بأكتر من اسم أو بأسماء وهمية هيبقى هنا في مشكلة وبالتالي ما فيش أي ضابط بتقيد الطالب باستجابة واحدة في النشاط فيقدر يدخل ويعمل عدة استجابات حتى لو بأسماء زملاء أو حتى لو بأسماء طلاب وهميين وبالتالي برضو أأكد على أنه أي حاجة بتعتمد عليها حضرتك كمدرس في تقييم الطلاب بدرجات ما تحطهاش في الأنشطة العيب التاسع هو ضعف سؤال أكمل فيه إشكاليات من قتعددة في سؤال أكمل من ضمنها ضعف في تنسيق السؤال فبتظهر العبارات المختلفة بشكل متدخل فده يتسبب بأن السؤال يكون غير صالح لوجود أكتر من فقرة في نفس السؤال وبالتالي احرص على أن كل فقرة أو كل عبارة أكمل موجودة في سؤال مستقل داخل النشاط بالإضافة لأن فيه بعض الإشكاليات اللي هي ممكن تحصل من تصحيح الإجابات المكتوبة بلغة العربية فأنصح دايما بأن حضرتك تحل النشاط اللي أنت صممته قبل ما تبعت النشاط ده للطلاب على سبيل المثال ده كان سؤال تم تصميمه بشكل طبيعي وبأن كل فقرة من الفقرات ديت كانت فيه سطر ولكن التنسيق بص زي ما هو واضح قدام حضرتكم أثناء حل النشاط على الرغم من أن النص ده منسق بشكل صحيح أثناء إعداد الأنشطة العب العاشر هو بأن الأنشطة التعليمية غير مناسبة للأعمار الكبيرة وبالتالي استخدمها مع الأعمار الصغيرة بس ما تستخدمهاش مع الأعمار الكبيرة لأنها هتكون طفولية غير مناسبة لأعمارهم بكده نكون انتهينا من طرح أسئلة أنشطة الألعاب التعليمية بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة